إزاي ده بيحصل؟ وإزاي ده لازم يوقف؟ في البداية طبعاً البقاء للقاف أحمد رفعت ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم أهله والصبر والسروان وخالص عزاء لكل أسرة رياضة مصرية ومصر كلها زي ما أنت بتقول إنه مفروض إنه دي نوبة فوآن أتمنى إنه نوبة فوآن دي مش مع أي خطوة تيجي تروح مؤقعنا تاني ونرجع لما كنا عليه أتمنى إن النوبة دي تستمر وإنه الناس تخلي بالها كويس جداً من نفسيات اللعبة وممكن برضو نستخلص دروس مستفادة من اللي حصل أو الدرس مستفاد إن أنا كأندية لازم أصلح الجهاز الإداري بتاعي واختار الشخصيات المناسبة لإدارة النادي وبالتبعية طبعاً لإدارة اتحاد الكرة والرابطة دي النقطة الأولى النقطة الثانية أنا كنادي لازم أحافظ لما كل راجل إداري كويس هحافظ على نفسيات اللعبة زي ما بحافظ على الإمكانيات الفنية والبدنية لديهم وبجيب محل الأداء وبجيب شركات تحليل الأداء لازم برضو أشوف الجزء الخاص بالطبيب النفسي مثلاً نادي الأهلي عنده دكتور محمد ده بالوفا بيشتغل على الجزئية دي بشكل كويس جداً ولازم إن كل أندية تتخذ من الطبيب النفسي ده ده ليه دور مهم جداً داخل النادي النقطة الثالثة الأولى ده اقتراح لوزارة الرياضة بحكم أن هي الجهة المنوطة بإدارة الرياضة المصرية إن يكون فيه جهة أو يكون فيه لجنة ثابتة بقى مش لجنة تقصية حقيقة بعد ما الفاجعة تحصل أو مشكلة تحصل لا يكون فيه لجنة اللجنة دي وظيفتها أن هي بتسمع شكاوى أي لعب لأي رياضة في مصر لأن أكيد شكوى تحمد رفع كان فيه منها شكاوى كتير جداً للعبين ولكن لم يتم النظر في شكواهم زي ما قلنا أدمس الحضار مثلاً هو مات في الملعب بعد 6 أو 4 شهور من وقعة أريكسن بنفس القصة يعني برضو وقع فيه ضغط في القلب فاللي بيحصل الرجل بيقع ولكن عند أريكسن كان فيه سيارة إسعاف مجهزة وكان فيه إمكانيات جاهزة ولكن عند أدمس الحضار سيارة الإسعاف كانت غير مجهزة وهي غير تابعة لهيئة الإسعاف طب روح يسأل بقى هي تابعة شركة إيه ومن اللي دخلها تابعة للاتحاد ومن الشخصية اللي مسؤولة عن الشركة دي من وراء الوراء ومن تحت التحت فلازم النهاردة كوزارة رياضة لا أسمع اللعيبة أسمع من أصغر واحد لأكبر واحد وأستقبل شكواهم وادرسها علشان أتجنب أي فاجعة أخرى في الرياضة المصرية صحيح يعني نتمنى بس أن احنا نتعلم من الدروس لأنه أوقات كتير جداً بيبقى صحيح الدروس قاسية جداً وتمانها بيدفع غالي جداً لكن لما تطلع منها متعلم حاجة أو تطلع منها متغير لحاجة يعني أو لحال أفضل أعتقد ده في حد ذاته بيكون مكسب كبير أروح معاكم لكورة مرة تانية يعني أنا دايماً بقول الكورة لمتعة دايماً ده شعرنا هنا في السادسة وما فيش متعة أحنا من اليورو بصراحة الفترة دي أعتقد أنه بنتكلم على بطولة هي الأقوى في عشرين أربعة وعشرين قدمت حياة يعني رغم أنها بالتزامن مع الكوبة لكورة